أكد الممثل الإقلمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر ألفريدو أباد أن قرار رئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرية وقال أباد أن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبي تتوقع الكثير من وراء استضافة مصر لقمة كوب 27 بشأن تغير المناخ العام المقبل وأضف أن مصر تحصل على مكسب مهم عبر اختيارها لاستضافة هذه القمة كما تعد هذه فرصة عظيمة لها لكي تقدم ما لديها من أفكار بشأن مكافحة التغير المناخي وأن تتم مناقشتها عالميا كما وصف هذه القطوة بالمهمة خاصة في ظل ما يقدمه البنك من اهتمام كبير بقضية التغير المناخي مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبرى لدى بنك الاستثمار الأوروبي الذي تبنى خريطة طريق تجعل منه بنك المناخ